أيضا على هامش جلسات الحوار الوطني زملنا كريم في بيرز عمل لقاء مع دكتور طلعت عبدالقاوي عضو مجلس أملاء الحوار الوطني ورئيس اتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلونا نتابع استمرارا لمتابعة الجلسات الخاصة باليوم الأول لانطلاق الحوار الوطني انتهت بالفعل جلستان هذه الجلستان ناقشت ملفان همين جدا هذا الملف الخاص بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان والتمييز بشكل عام وجلسة أخرى خاصة ستناقش أيضا على مدار اليوم خاصة بالتعاونيات والتعامل مع تحديات التعاونيات ولكن نتحدث أكثر حول هذا الملف معي الآن ضيفي الدكتور طلعت عبدالقاوي وهو عضو مجلس أملاء الحوار الوطني والرئيس عام رئيس اتحاد عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية برحب حدوك فندم على القناة الأولى بنتحدث يا فندم عن يعني ملف هام جدا وهو التعاونيات والتعامل مع هذه التحديات كيف سيستفيد الحوار والمواطن من تطوير هذا الملف وأهم النقاط التي خرجنا بها من هذه الكلاسات البداية طبعا تعويات حدوك عارفوا أن احنا عندنا بالزبط يعني 18 ألف جمعية تعاونية ما بين 8000 جمعية منهم بتعمل كجمعيات زراعية ما فيش قرية مصرية ما فيهاش جمعية زراعية أيضا فيه عدد من الجمعيات بتنتمي الاتحاد النوعي أو اتحاد اللي هو بيعمل في مجال الإسكان فيه اتحاد تعاوني بيعمل في مجال الصروة المائية والسماكية اتحاد نوعي بيعمل فيه مجال الإنتاج وفيه مجال أيضا اتحاد تعاوني بيعمل فيه مجال الاستهلاكية المواد الاستهلاكية لتكلم خمس يعني اتحادات تعاونية موجودة على الأرض الواطن حضرتك تعلم ان الاتحادات دي بتخدم خمسة وعشرين مليون مواطن يعني احنا بيكلم على ربع سكان مصر بيستفيدوا ويتعاملوا مع الاتحادات التعاونية الخمسة اللي انا قلت عليهم على سبيل المسأل الجمعيات الزراعية هي المنوض بيها ان نتقدم كل الخدمات للفلاحين على مستوى مصر تقدم لهم الدعم الفني الدعم التقني الدعم المؤسسي تديهم الاسمدة المبيدات التعاوي كل دي دي وظيفة الجمعية الزراعية ايضا الجمعيات التي تعمل او اتحاد الذي يعمل فيه مجال الاسكان منوض بي ايضا ان هو بيبني مساكن للأسر المتوسطة والأسر الأحصى اقصر احتياجا بتكلفة يعني معقولة تتناسب مع امكانياتهم ودخولهم وبنظام تقسيطي محترم نعم يا فندم احنا لو جئنا نتكلم على فكرة التحديات اللي متواجه هذه التعاونيات وهل تم اثارتها اليوم او اهم النقاط اللي تروح في الافق اللي يتم منقشها اليوم طبعا اهم مشكلة بتقابل التعاونيات ما لهمش قانون موحد كل اتحاد تعويني من انا قلت عليه له قانون خاص به ودي عاملة اشكالية كبيرة جدا بالنسبة لته الحوار النهاردة بيأمل ان ينتهي الامر الى قانون موحد للتعاونيات يحدد حقوقهم يحدد واجباتهم يحدد اخصصاتهم ايضا التعاونيات هي طبعا عايزة تخرج كالتحادات تعاونية منتخبة من عباية الجهة الادارية اللي بيها تبقى اتحادات مستخلة لخدمة المواطنين بشكل ميسر احنا النهاردة سندعو الى تسهيلات للتعاونيات التعاونيات تبقى للدستور المادة 29 مدستور بتقول ان من نسبة مثلا تحديد اسعار المنتجات الزراعية والمحاصيل اللي هي الرسمية وحصيل اللي هي الاربع محاصيل الاساسية يكون تحديد يعني اسعارها بالرجوع الى الجامعات الزراعية والتنصيق فيها مع الحكومة اذا التعاونيات هنعايزين ان تبقى تعاونيات قوية وخاصة ان احنا عايزين نهاردة بنقول كلمة للمشاهد الكريم ان التعاونيات دي هي بتعمل نوع من النوع التوازن ما بين القطاع الخاص اللي هو دايما هادف للربح وبين قطاع الحكومة اللي دايما خدماتهم تقاش يعني مريحة كتير من الوطن التعاونيات ايضا هي البوابة الرئيسية لخدمة فئة كبيرة جدا هي خدمة الطبقة المتوسطة والطبقة تحت المتوسطة يعني التعاونيات دي هي بتحل كثيرا من مشاكل خاصة ونحن في هذه الفترة الصعبة واللي بتمر بها الدولة وبيمر بها العالم من قرارات اقتصادية قد تكون صعبة بيبقى المجال الوحيد اللي هو ممكن يدعم المواطن المصري في زل هذه الادمات هو التعاونيات لانها تقدم منتج وبتقدم خدمة من غير حتى هم شبح اذا النهاردة احنا كلنا بنهتم من الحوار الوطني ان يخرج قانون مواحد للتعاونيات يحدد يعني اختصاصاتها يحدد اهدفها يحدد حقوقها وان شاء الله اماننا كبير في الحوار الوطني شكرا جزيلا دكتور طلطة عبدالعبال هذه المعلومات الوافية يعني وكما رأينا هو الحوار لا يقتصر فقط على ملف واحد او جهة واحدة ولكن ايضا يعني ملم بجميع ملفات التي تهم المواطن المشكلة سواء كان الحوار السياسي والتمييز او حتى الجمعيات الاهلية وجمعيات التعاونيات التي تخدم المواطن بشكل عام بسبب ويعني بصدد الخروج بقانون ومناقشة بعض اهليات الخروج بقانون يهدف المواطن ويطور من فعاليات هذه الجمعيات على ارض الواقع